سبحان الذي أصرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارثنا حوله لنه يوم آيادنا إنه هو السميع البصير وآتينا منسى الكتاب وجعلنا مهدا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع موح إنه كان عبدا ششفورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ععوا كبيرا فإذا جاء وعب قولا ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الهيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان للشد دعانه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل ويوم النهار آيدي فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار جعلنا آية النهار مسرة لتبدأوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ترجمة نانسي قنقر